موسيقى موسيقى كل المشاهدين بقى يركزوا معينا كده وإن شاء الله نتمنى لكم سنة سعيدة كده والاستقرار يعم إيه كل البيوت بتاعتنا إن شاء الله يعني إيه تشنج مهبلي ده بيبقى عبارة عن تشنج عضلي يعني إيه تشنج عضلي تقلص شديد في العضلات بتاعة المهبل وبتاعة حاجة اسمها البلفيك فلور ماصل اللي هي العضلات بتاعة قاع الخود تمام يبقى هو تشنج في عضلات المهبل وتشنج في عضلات الحود طيب أو عضلات قاع الحود وكمان العضلات الضمة بتاعة الحود فده بيعمل إيه بيمنع إنه يحصل علاقة في المحاولات بتاعة الزوج إنه يحصل علاقة زوجية بيستحيل مش بيبقى في حالات بيبقى مش بس صعوبة العلاقة الزوجية لأ بيستحيل أصلا عمل علاقة زوجية الحود مقفول عضلات الرجل مقفولة من فوق العضلات الحود مقفولة معيه متشنجة جدا رجليها بتترعش في بعض الأحيان استحالة يحصل عملية الجماع أو عملية الإلاج أبدا لأن عضلات الحود وعضلة المهبل العضلة الأساسية اللي هي اسمها البيبوكسجاس مصل للإسم العالمي بتاع العضلة العضلة دي فيها تشنج عضل الطريق مقفول فهيحصل دخولي ازاي؟ طبعا قطر المحاولات بيودينا للأسف لطريق مسدود أن الحالة النفسية بتاعتها وبتاعته بتسوق جدا والأمور بتبقى أشد تعقيدا تمام بينهم وبين بعض وهنشرح الكلام ده بالتفصيل دلوقتي طيب إيه هي أنواع التشنج المهبلي؟ التشنج المهبلي فيه منه نوعين نوع اسمه برايمري يعني أساسي يعني إيه برايمري؟ يعني هي عندها تشنج مهبلي من دي وان من أول يوم جواز ما حصلش علاقة ومش هيحصل علاقة لأن العضلة زي ما قلنا فيها سفيرس بازم تقلص شديد أو تشنج عضل شديد من شدة التقلص إحنا الإسم العليمي بتاعه أي التشنج المهبلي ما قالش التقلص المهبلي تمام؟ الرايمري ده بيبقى موجود من الأساس عندها ممكن يكون لأسباب عضوية عندها تقلص العضلات ما هو عضلة المهبل يا جماعة وعضلة الخود الناس بس هي مش قادرة تفسر ما هي دي عضلة زي أي زي ما تسحي رقابتك واجعيكي عضلة حصل فيها تقلص فعايدي جدا أنه يحصل فيها تقلص ويبقى جديد لأنه هي كمان ما بيتمش اكتشاف المشكلة زي جر ساعة تتجوز لأن العضلة بتاعت المهبل ملهاش استخدام تاني فساعة ما بيحصلش اكتشاف للمشكلة بعد ما بنت بتتجوز تمام؟ ده النوع الرايمري اللي هو بيبقى موجود من الأساس فيه نوع تاني اسمه ساكندري يعني يقول أنا حصلت أول يوم علاقة وبعد كده ما حصلش تاني وفيه ناس بيبقوا متجوزين مثلا بقالهم سنين وبعد كده يحصل تشنج مهبلي ده ممكن يكون بسبب مثلا أن عمليات الولادة وخصوصا الولادة الطبعية والخياطة في المكان ده تعمل لها ألم فضية فيبدأ العضلات بتاعتها مع الوقت مع الإحساس بالألم مع الإحساس بالخوف تبدأ العضلات بتاعتها يحصل تشنجي إذا التشنج المهبلي احتمال زي موارد حدوثه في أول الزواج ممكن يحصل في أي مرحلة من مراحل الجوز بعد العمليات اللي بتبقى برضو في المهبل كل الحاجات دي ممكن تسبب مشكلة التشنج المهبلي طيب هنبدأ نشرح إيه هي أسبابه يعني طب هو ده بيجي من إيه دكتورة التشنج المهبلي من أسبابه ممكن على فكرة يكون سببه يكون عضوي يعني عندها تزي ما شرحنا في الأول تقلص في العضلات سبب عضوية عضلاتها فيها قسر وفيها تقلص فده اللي عمل لنا المشكلة ممكن يكون نفسي سمعت حكايات كتير خافت قوي في أول الجواز طريقة التخويف الأسرة لأولادها من العلاقة الحميمية أو مش هنقول العلاقة الحميمية وما بيعودوا يخوفون من العلاقة الجنسية فيبدأ الموضوع يأثر ويمر عندها حاجز نفسي ساعة الطريقة دي لا إحنا بنعلم المفروض أن إحنا بنعلمهم أنه العلاقة الحميمية وعلاقة الزواج دي علاقة يعني العلاقة دي العلاقة الحميمية دي علاقة كويسة وعلاقة ممتعة وعلاقة حلوة بس احنا عندنا قيود شرعية وقيود دينية بتخلينا ان احنا نلتزم بيها وانه ده ما يحصل شجر ايه لما نتجوز لكن ما نعقدش الناس لدرجة ان الموضوع ده يعملهم برير بعد كده في حياتهم حاجز نفسي يبقى في حياتها تمام ده اللي احنا ايه هنشرحه دلوقتي ازاي نتعامل مع المشكلة دي يبقى هي دي الاسباب ما بين ان هي اسباب عضوية اصلا او اسباب نفسية طيب وزي ما شرحنا طبعا في النواة السكندري انه ممكن يكون عمليات حاجات زي كده تم فض جشاء البقارة بالقوة بطريقة يعني بطريقة يعني مش كويسة كل الحاجات دي ممكن تؤدي لتشنج مهبالي طيب خليني اشرح معيكم ايه هي المشاكل اللي بيتعرض لها الزوجين يعني عايزين نقول نقطة مهمة على فكرة كمان مش بس الزوجة اللي بيبقى عندها مشكلة الزوج كمان بيبقى مسكين في الموضوضة وعنده مشكلة مع الوقت لانه العلاقة الحميمية بتبقى مع الاتنين مش بتبقى مع طرف واحد فالاتنين بيبقى عندهم مشكلة تمام وعلى فكرة الامر بيؤثر على الطرفين مش مش على طرف واحد طيب خلينا نقول هما الاتنين طبعا احتمال يعينوا من نقص او فقدان للرغبة الجنسية يعني يحسوا ان الرغبة بتاعتهم قلت ما بقيتش زي قبل الجواز او يعني خلاص مش عايز الموضوع ده وهي نفس القصة مش عايز الموضوع ده فيبدأ يبقى فيه ايه يعني مشكلة فان الرغبة الجنسية نفسها قلت عندهم في الاسرة طبعا عدم تاني حاجة ممكن تحصل عدم استقرار العلاقة الحميمية بين الزوجين هي دي حاجة ربنا محللها انه هي تهدي العلاقة اللي بين الزوجين وتقرب ما بينهم ده بيؤدي المشاكل في العلاقة الزوجية نفسها جو البيت متوتر بيتخنقه فيه عصبية فيه نرفازة فالدنيا تبقى معلوبة انا ليه بضيف المعلومة بتاعت العلاقة الاسرية بينهم نفسها بتتلخبط عشان فيه ناس بيقوف اكترين احنا مش هننفعهم مع بعض لا انتوا هتنفعهم مع بعض بسهيا المشكلة دي مؤثرة على بقية الجوانب انتوا مش في حالتكو الطبعية انتوا اللي اتنين مش في حالتكو انت مش حاسس ان انت مستريح وهي مش حاسس ان هي مستريحة ومش حاسس ان هي يعني قامت بدورها كزوجة معيك وانت مش حاسس انك عملت العلاقة وعيش طبيعي زي بقية الناس فطبعا ده هيبقى مؤثر عليكو انتوا اللي اتنين فان شاء الله بعد ما بتتحلل المشكلة دي عشان كده انا بقولك كلام ده ان شاء الله العلاقة بينكم بتستقر وتبقى كويسة جدا المشاكل طبعا اللي بيتعرض لها الزوج وخلينا نشرحها لان دي ساعت بتبقى سبب ان هي تدخلهم بدوامة ايه هي الدوامة اللي ممكن يدخلوا فيها الزوجين طبعا هو بيقفية تشنق مهدماني وهي طبعا بعد ما حصل اول محاولة وتاني محاولة هي بدأت تخف وبدأت تمنعه وبدأت تزوء بقديها وبدأت تقفر رجليها وبدأت خلاص مفيش علاقة فده بيعمل حاجة اسمها توتر توتر نفسي في العلاقة الزوجية فده ممكن يخلي الزوج في بعض الاحيان يفقد انتصابه اسناء العلاقة فيبدأوا ايه ايه ده الزوج بيفقد انتصابه يبقى فيه مشكلة في الانتصاب لا هو تلو ما حصل الانتصاب من الاول يبقى ان شاء الله خلاص مفيش مشكلة انت بتفقد انتصابك نتيجة الزق والشد والتوتر اللي حاصل يبقى هنا احنا ما بنتكلمش في مشكلة ضعف جنسي عند الزوج لا هي مشكلة التشنق المهبلي هي اللي قدت مع التوتر اللي حاصل في العلاقة وعدم استقرار العلاقة انه يخلي الزوج يفقد انتصابه اسناء العلاقة دي من المشاكل ممكن يتعرض كمان لها في بعض الاحيان برضو ممكن يحصل معنا حاجة اسمها سرعة قصف يعني ايه سرعة قصف يحصل قصف سريع بسبب ايه انه هو الراجل يكون في حالة اثارة عالية مع طوات ورشدية فيلاقي نفسه بيحصله سرعة قصف فهو يعني يدخل في سكت بقى انه هو مش نورمال وانه مش طبيعي ويفضله بقى في ترايك ولف عند تخصصات مش هي دي لها تحل المشكلة وفي الاخر ما بيوصلوش لحاجة وبيكونوا ضيعوا وقت ده فيه ناس بيجري بعد ما يكونوا مش في اول الجواز ده بيجري بعد ما يكونوا يعني بقى لهم سنين في ترايك الكبير ده تمام يبقى يبقى دي كل المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الزوجين اللي عندهم اللي فيه زوجة ساعتها عندها مشكلة التشنج المهبلي فيه مشكلة بقى كبيرة جدا نازم نتكلم عليها واحنا بنشرح يعني ايه تشنج مهبلي صعوبة التشخيص وإيجاد العلاج المناسب بمعنى ايه نروح لمين طب نتصرف ازاي طب احنا مش عارفين مين بيعالج المشكلة دي موضات اشنج عضلات فاهمني يعني يبقوا مش عارفين حتى يتوجهوا المين يروحوا لدكتور مين مين اللي هيعالج لنا المشكلة دي تمام فتبدأ معنا المشكلة دي تتفاقم واتضيع يعني وقت وتحطهم هما الاتنين تحت سترس نفسي مش طبيعي وفي بعض الاوقات لو اتدخل الاهل في الموضوع المشاكل تكبر يعني خلاص بقى يعني مفيش علاقة زوجية وبالتاني مفيش اولاد وكل حاجة بقى وقفة فطبعا المشكلة ان هما بيبدأوا يتوجهوا اول حاجة يعيني بتيجي في بالهم ان هما يروحوا للتخصص مثلا دكتور امراض النساء دكتور امراض النساء او الدكاترة اللي هما بتوعى سيكسولوجي اللي هما بيعالجوا الامراض الجنسية هو ده مش مرض جنسي او مشكلة جنسية ده مشكلة في التشنك في العضلات فيروح لدكتور امراض النساء او لطبيب امراض النساء يقول له هو عنده حق بصراحة هو بس على الجهاز التنسلي للمرأة لها سليم فتنهال الاتهامات على المرأة في الوقت ده يعيني او على الزوجة انها بتتدلع انتي بتتدلعي انتي ما عندكيش حاجة الدكتورة قالت او الدكتور قال ما عندكيش حاجة هي فعلا من ناحية النساء هي ما عندكيش حاجة الجهاز التنسلي بتاعها سليم طيب طبعا هي ساعتها طبعا هي بيجدوا صعوبة انه هما يعملوا صنوار مهبالي وانه يعملوا وانه هما بس بيقولك ان هي ايه لق دي خايفة لق دي بتتدلع لق دي مش عارف ايه فيوقدي التشخيص الغلط لتفاقهم المشكلة اكتر بين الزوجين ونسبب لهم في مشاكل اكبر بينهم وبين بعض يعني هو شايفة كمان يعني فوق المشاكل النفسية اللي هي بتمر بيها واللي هو يعني بيمر بيها كمان بتتدلع لا هي مش بتتدلع طبعا هي عندها مشكلة ومشكلة كبيرة وهي مش بقديها العضلة فيها تقلص الطريق مقفول فاستحالها هيحصل علاقة تمام فطبعا ده اول طريق يمشوا فيه غلط انهم يروحوا زي ما قلنا الدكتور سكسولوجي يدي نصايح يدي تمارين تمارين مش هتفيد خالص في حالات التشنج المهبة يقول لهم يعملوا تمارين التمارين اصلا بتعمل عبارة عن انكباط وريلاكسيشن في العضرات احنا مش عايزين نعمل انكباط في العضرات احنا عايزين نريلاكس عكس بقى احنا مش عادلة ضعيفة وبنقوية لا دي عادلة متقلصة واحنا بنعمل لها ريلاكسيشن فده بالأسف بيبقى برضو ايه بيبقى تخصص بايد حتى تخصص الأمراض الجنسية الناس المتخصصة في الأمراض ده مش تخصصهم برضو فالعيان يعني بيقع في التراك او في المشكلة بتاعت انه هو يخرجه المشكلة ما تحلتش الا طبعا في بعض الأحيان فيه ناس بتبقى عارفة مين متخصص في علاج المشكلة اللي هو عندنا زي عندنا في المركز بتاعنا او في العيادة بتاعتنا فيه تخصص فالناس توجه العيان من وجهة نظرهم الطبية برضو انه الجهاز التنسي سليمي يبقى هي ما عندهش حاجة لأ هي عندها حاجة بقى في تخصص تاني اسمها تشنج مهبالي عضلي ده تشنج يمنع حدوث علاقة زوجية يخلي العلاقة الزوجية دي تبقى مستحيلة انها تحصل تمام يبقى صعوبة التشخيص دي من المشاكل الكبيرة اللي بتقابل المرضى دولا او القابلس دولا انا مش بسميها مرض اكتر من انها يعني مشكلة مشكلة مش عارفيني يعالجوها فين هو مرض بسيط جدا مش مرض عويس ولا حاجة وعلاجه بسيط بس المشكلة ان احنا نروح لمين ومين يعالجنا ونيجي لمين يعني دي المشكلة والسكك بقى بيمشوا فيها طبعا جرد كترة يقولوني احنا رحنا لشيوخ احنا افتقرنا مش عارفة ايه يعني يعيني بس شهور من عمرهم ده ممكن يزيع سنين وهم ماشيين في التراك ده وفيه ناس ما بتقدرش توصل الاسف لحل وبيتهم بيبوز وحياتهم بتبوز فان شاء الله يتلاقوا عندنا العلاج للمشكلة دي طيب خلينا نتكلم عن طرق العلاج الخاطئة ايه هي طرق العلاج الخاطئة في مشكلة التجنج المهبري ان دي حاجة مشهورة اوي اوي طيب ايه هي طرق العلاج الغلط اللي بتتوسف لبعض الناس من دمن المقترحات وطرق العلاج الغلط اللي هو يقول لك ايه احنا نحق ان العجلة دي خلاص هما اوكي اعترفوا وقالوا انه فيه تشنج مهبلي بس يقترح انه هو ايه ان احنا هنعملك بوتوكس تيجي يعيني تعمل البوتوكس ولا الهواء يعني ولا فيه اي نتيجة ما احنا شرحنا في الاول ليه بقى يا دكتورة مفيش نتيجة مش البوتوكس ده راق العضلة البوتوكس ده عبارة عن مادة سمة المادة دي بتعمل ايه بتعمل شلل مؤقت خلينا نقول شرح دقيق بقى شرح علمي ده عبارة عن سم بيعمل شلل مؤقت في العضلة طيب يبقى ده معناه انه الميكانيزم اوف اكشن انه هو هيشل العضلة بتاعته المهب خليش شلينا العضلة بتاعت المهبل يعني وضعفنا عضلة المهبل تمام اول حاجة احنا اتفقنا ان المشكلة دي مشكلة في عضلات الحود وعضلات المهبل فييجي الزوج يحاول يعمل علاقة مع زوجته يلاقي فيه مشكلة يلاقي انه مفيش علاقة بتحصل لان عضلات الحود فيها تقلص فشد عضلة المهبل بالرغم انك عملت لها شلل مؤقت تمام فالمشكلة ما تحلتش ما حلناش المشكلة بالبوتوكس طب روح يعمل الجلسات يبقى اصلا البوتوكس من الاساس ما هواش الحل الصح يبقى خلينا نقول ان البوتوكس ما هواش الحل الصح ليه طب ليه هو ما يقدرش يحقن او او يعني او اي حد ما يقدرش يحقن عضلات الحود هتتشل مش هتعرف تمشي لو حقن عضلات الحود ما هو ده احنا قونا اتفقنا انه انه دي يعني مادة سما فلو هو حقن عضلات الحود هتتشل فهو كل اللي يقدر يحقنه عضلات الميبل او عضلة الميبل او عضلة الميبل اللي هي بيبوكوكسجيس مثل لان هي مش بتستخدمها في المشي ولا حيج بس ما بنحلش المشكلة ان عضلات الحود استيل فيها تقلص شديد جدا وبتفضل المشكلة زي ما هي يبقى احنا عملنا البوكوكس وما حلناش المشكلة يبقى ده من المقترحات العلاجية الخاطئة اللي بتتقال في مشكلة التشنج الميبل يبقى اذا البوكوكس مش حل خلاص بالاضافة طبعا انه هو مادة سامة فطبعا بتفضلي فترة شهور مش مستحف ان احنا يحصل حمل فبنعمل تأخير تاني لموضوع الحمل الحاجة التالتة اللي ممكن تحصل في مشكلة حقن البوكوكس برضو الحاجة التالتة اللي ممكن تحصل في مشكلة حقن البوكوكس انه على المدى الطويل ممكن يحصل حاجة اسمها stress incontinence يعني ايه تيجي مع الولادة بقى ومع السن وكده وتيجي عيني تاعة استقوح تلاقي نفسها ينزل منها نقطة بول ما هو احنا في وقت من الاوقات شلنا العضلة دي فعقف ورجع تشتغل التاني فده بيأثر عليها بيخليها تبقى ضعيفة ما تحسهاش في الاول لكن تحسها على المدى الطويل يحصل حاجة اسمها stress incontinence تيجي تكح تقتص ينزل منها نقطة بول خلاص طيب دي من الحاجات الشائعة جدا اللي أنا سمعتها وشفتها في حالات التشنج المهبالي وما جابتش نتيجة وناس ضيعت وقته واهضرت وقته وفلوس وكل حاجة عشان تحل المشكلة وفي الاخر ما تحلتش تاني حاجة من الحاجات الشائعة يقول لها هنعملك عملية توسيع فطبعا ندخل في مشكلة تانية اللي هي ايه بقى المشكلة التانية بعد ما عملنا عملية التوسيع طبعا ان هي الحجم او الكنتور بتاعها دي او العضلات بتاعتها قوية والكنتور دي دي ميزة فيها تمام دي ميزة بتزود الانتصاب عند الزوج أثناء العلاقة الزوجية وخصوصا كل ما الزوج بيكبر دي حاجة هتزود معها الانتصاب وتزود الإحساس بالمتعة في العلاقة الزوجية فتفقد الميزة دي وفي الاخر للأسف ما حلنش المشكلة طب ليه يا دكتور احنا وسعنا الدنيا ما هي المشكلة ما هي المشكلة مش في ان احنا نوسع الدنيا احنا المشكلة مش في اننا ان احنا هنوسع الدنيا لا المشكلة في ان زي ما شرحنا انه العضلات هي اللي متشنجة يبقى العضلات هي اللي فيها تقلص يبقى انا ما عنديش مشكلة في الكنتور يبقى انا ارخي العضلة وحافظ على الكنتور بتاعها زي ما هي يبقى انا اللي لاجه ان انا هارخي العضلة وحافظ على الكنتور تمام ده الحل هنكمل معيكو بقية العلاجات الخاطئة اللي يعيني الناس بدايعوا وقت فيها بعد إن شاء الله هناخد فاصل ونرجع لكو تاني ورجعنا لكو تاني بعد الفاصل مشاهديني هنكمل بقى طرق العلاج الخاطئة في التشنج المهبلية احنا قلنا أول طريق غلط هنمشي فيه اللي هو طريق البوتوكس عشان احنا قلنا إن احنا بنشل عضلة المهبل بس عضلات الخود لسه متقلصة فالمشكلة بتاعتنا موجودة زي ما هي ما حلناش المشكلة تمام تاني مشكلة قلنيها اللي هي العملية اللي هي بتاعت توسيع المهبل احنا قلنا نحي مش عايزين نوسع المهبل احنا عايزين نحافظ على الكنتور بتاع المهبل بالعكس زي ما هو ونرخي العضلات ونحافظ على الميزة اللي عند الزوجة دي مش عايزين نفقدها تمام يبقى إذن المشكلة دي ما بتحل يعني عملنا العملية المشكلة مش هتتحل هيجيلي العينة تانية هتجيلي دكتور أنا عملت عملية ومحصائش لأن العضلات هي المتشنجة المشكلة مش في الكنتور مشكلة مش في الحجم يعني مش في الوسع بتاع المهبل أو في الديء بتاع المهبل مشكلة إن العضلات هي المتشنجة فقفلة التاريخ تالت حاجة برضو شفتها في العلاجات الخطأ اللي بتعود تضيع علينا وقت كتير قوي على الفادي وما بتجيبش نتيجة خالص اللي هي إيه حاجة اسمها الديليتورز الديليتورز العلاج ده بياخد وقت كتير قوي وبيضيع مننا طايم فضيع الزوج بقى أو الزوجة يعني يفضلوا في المشكلة دي شهور بقى لحد ما يبقوا بقى لهم سنتين تلات يدوها حاجة اسمها ديليتورز يعني ديليتورز يعني موسعات تتحط جوال ميبل بتبقى بمقاسات مختلفة يا جماعة ما هي لو هتقدر توصل للمقاس بتاع الزوج كانت دخلت زوجها على طول يعني فهي عندها مشكلة في العضلات فهي كده كده ما بتوصلش لآخر ميز وكده كده ما بتتحلش الأزمة وبنكون ضيعنا وقت كتير قوي على الفادي يبقى دي تلات حاجات الخاطئة البتوكس وعملية توسيع المهبل والحاجة التالتة الديليتورز اللي هي استخدام الموسعات لا هي مش بتقدر في الآخر توصل وبيكتشفوا انهم ضيعوا وقت على الفادي وبتفضل المشكلة موجودة زي ما هي للأسف طيب خلينا نقول ايه هو المطلوب من الزوج وايه المطلوب من الزوجة اللي عندها تشنج مهبلي عشان نتجاوز الأزمة دي المطلوب من الزوج في الأول نقوله لازم تفهم انه مراتك مش بتتدلع خالص خالص هي عندها مشكلة حقيقية ومشكلة مرضية ومشكلة عضوية بسيطة جدا ان شاء الله وهنشرح لكم دلوقتي طريقة الحل بتاعتها وطريقة العلاج بتاعتها فانت المفروض تبقى سبورت ديها وتدعمها نفسيا وتقف جنبها لحد ما تحل المشكلة دي معيها مش تبقى ضدها يعني انا بقولك تفهم انها ما بتدلعش خالص خالص احنا طبعا مديناك كل العذر على الوقت والستريس اللي انت مريد بيه وكل حاجة بس هي طالما مش بيقديها يبقى خلاص يبقى احنا نساعدها ونقف جنبها ونحاول نحافظ يعني ايه على الحياة اللي بينا وعلى بيتنا تمام دي النصيحة اللي احنا دينا نقدمها للزوج ان احنا الزوجة دي ما بتدلعش الزوجة دي عندها مشكلة هي عايزة العلاقة تحصل بس هي مش عارفة تعمل ايه عندها وجع وقلام فضيع وخوف لانها اتواجعت كذا مرة في الاول فمش قادرة تكمل العلاقة بالنسبة بقى للزوجة بنديها نصيحة دلوقتي الحمد لله في حل وفي علاج تمام وزوجك هيقف جنبك ومتفهم كل حاجة طيب بس خليني اقول ان التشنج المهبالي ده مع مشكلة صغيرة قد كده مشكلة الخوف اللي بتتولد نتيجة ان هي ايه اتواجعت مرة اتنين تلاتة فخلاص بقت خايفة بتزق مش عايزة متوترة رفضة كل حاجة رفضة العلاج رفضة الزوج خايفة من كل حاجة طيب خلينا نقول ان الخوف ده يعني طبيعي مشي انا خدت حقنا واجعتني لازم هخاف وده طبيعي جدا محدش يستي هيقدر يلومك في انك خايفة خلاص طيب بس خليني اقولك ان الخوف درجات يعني ايه الخوف درجات الخوف الطبيعي ان انا اخاف من حقنا وابقى خايفة اخدها ده طبيعي لاني جربت الحقنا دي وطلعت الدواء بتاعها تقيل جدا وبيوجع فطبيعي ان انا كل ما هيجي هاخدها هحس بخوف وفيه غير بقى الفوبيا ان انا اوصل الخوف بتاعي الحاجة اسمها الفوبيا اللي هو تدخلي بقى في ترك المرض النفسي فده يوصل لك لإيه بقى الفوبيا دي هتوصل لك لإيه ان انا عارفة انو الحقنا دي بتوجع بس بعد كده مع زوجي هرفض كل حاجة لا وبعدين الطريق بقى ده هيدخلنا في تراكل على جيل نفسي ومدة طويلة قوي وقد يكون وقد لا يكون لانه في الآخر اتخاذ القرار ان انا هحسم الموضوع ده هيبقى مني كنسي زي اللي داخل امتحان لو هو خاف خوف طبيعي هيسهر اكتر وهيعرف يعني هيهايبر شوية انه هو يخاف الخوف الطبيعي فهيخليه يسهر ويذاكر شوية لكن لو خاف اكتر من اللزوم مش هيحل ولا كلمة تمام فاحنا مش عايزين ان الخوف بتاعنا يخرج من الاطار بتاع الخوف الطبيعي للفوبيا حقك تخافي بس لازم تتحكمي في مشاعر الخوف اللي عندك دي عشان ما تتقلبش المشكلة نفسية تعوق العلاج دي الحاجة الوحيدة 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 بس اللي ممكن تعوق العلاج لكن جير كده طرح ما احنا متحكمين في نفسنا عايزين نتعالج سيبين نفسنا ان شاء الله يكون العلاج بتاعنا مضمون طيب السؤال بقى لفاضل هل العلاج مضمون وإيه هي طرق العلاج العلاج ان شاء الله بتاعنا مضمون ليه بقى أي علاج بتعمليه بيتاخد ليه ياس يبقى ان شاء الله مضمون تمام ليه لانه بارقام بيقيس قبل وبعد احنا عندنا الجهاز اللي عندنا ده بيدينا بنعرف نقرأ بقوة انقباض المهبل ايه اللي هو قوة التشنج العضلي كانت قد ايه والارتخاء العضلي بقى قد ايه الجلسات عبارة عن تلات زيارات تمام بنعمل جلستين في اليوم اول يوم كل مرة بنبدأ الجلسة الاولى بتبقى على الحوض في التلات مرات اول مرة بيبقى عندنا فيها اكتر من هدف الهدف الاولاني ان احنا نتطمن ان العضلة اللي مقفولة في الاول ومنع الطريق دي بعد ملاخينا الحوض انه حصل دخول للبروب بتاعنا بسهولة تاني حاجة ان احنا ناخد قريتين على الجهاز يعني اي رقامين يقولوننا انه فيه انقباض وفيه انبساط مش فارق معي الارقام ايه هما في الاول بيتروحوا من 60 ل40 بعد كده بنقل واحدة واحدة تاني مرة بنوصل لعشرين المرة اللي بعدها بنوصل لعشرة خلاص هي كده بقت العضلة هي اخر مرة العضلة كده بقت في الطبيعي جدا جدا العضلة بتاعتها بنعلمكم الوضع اللي يحصل منه العلاقة الزوجية لان مش كل الاوضاع بنقدر نبدأ بيها حياتنا في التشنج المهبالي وبنعرفكم فترة التبويض لو احنا بنخطط لحم وان شاء الله ربنا يساعدكم كل سنة وانتو طيبين وفاصل هنطلعوا ونرجع لكم تاني نكمل بقية الحلقة مع دكتور احمد